عايز أرجع بإياد الطفل اللي اتولد في الرياض وفي سنة 8 سنين راح على الأردن بلده ويكمل دراسة هناك الطفل ده إبدا اكتشف أن الفن هو الكول بتاعه مش عارف يا البدايات أنا دايما منطقة محيرة بالنسبة لي يعني البداية كانت منين والحلم ده كان بدايته منين ما فيش لحظة واضحة كانت للحلم والحلم بيكبر وبيبتدي يوضح أكتر الأهم من اللحظة البداية هو إبدا أتأكد أنه ده الحلم بتاعك اللحظة اللي تقول هو ده اللي أنا عايزه دي اللحظة الصعبة دي اللحظة الأصعب في حياة الإنسان شاكرا عام اللي هي اللحظة اللي هو الاختيار فكرة إنه هادي الطريق اللي أنا عايزها طب إبتا حسيت اللحظة دي إبتا حسيتها يعني هي ما كانتش لحظة حد هي كانت لحظة بحث إنه هو ده العالم اللي أنا عايز أروح له عالم التمثيل بس العالم كان مبهم بالنسبة لي ما كانش عالم مواضح ما فيش أي حد عندي في العيلة حواليا من ممثل عنده تجربة يقدر يقول لي ايه نوع التجربة دي اللي انا داخل عليها هو عالم مجهول بالنسبة لي بالنسبة لي عالم انا لسه بتعامل معاه كمشاهد يعني انا لسه مشاهد وانا في المرحلة دي اللي باخد فيها القرار دي انا لسه مشاهد انا معرفش يعني ايه كاميرا انا معرفش يعني ايه تصوير انا معرفش يعني ايه تحضير شخصية اللحظة دي هي كانت اللحظة الاصعب عندي بالنسبة لي اللحظة انه انا قررت ادخل العالم المجهول ده اللحظة دي كانت ممكن ايام وقت الجامعة لما كنت فنان تشكيلي وبشوف العالم المسرح ده هو دي اللحظة اللي كانت خدت فيها القرار انه انا هروح للعالم ده بعدين الصعوبات كانت مكملة بنفس الطريق يعني صعوبات القرار مش بس صعوبات الطريق يعني صعوبات القرار انك انت بتجيك لحظات تشك في قرارك وتتشكك وتقول لا او انا مش ده خلينا اعمل بلان بي اعمل بلان بي بس كده على جنب بس عشان انا عشان الحاجات اللي بتتقلك انه لا ممكن ايه المشروع ده ايه انت رايح فين ده مش هتاكل ايش كذا بتسمع ده بتتأثر فانت بتقوم حط بلان بي بس فيه اللحظة بتقوم انا مش عايز بلان بي هي طريق واحد انا هعوم باتجاه واحد بس